الله عليك يا أستاذ سكينة الله عليك في مفرداتك الرشيقة الله عليك في معانيك الجميلة الله عليك وانت بنت بورسعيد بنت البحر المنحزة إلى نهر النيل مدرسة فكرية كل إنسان ما يعود معها يستفيد منها وهيأخذ طاقة إيجابية وهو ده اللي احنا عايزين نصدره للمجتمع في المرحلة الجاية الكلام بتاعك بيأكده كل أحداث وإحنا لأسف ما بنقراش شارون قبل ما يروح الغيبوبة كان ليه خطاب أولادنا كلهم يسمعوا خطاب شارون اللي قالوا قبل ما يروح الغيبوبة اللي انتهى فيها وانتقل قال لا يمكن أن تكون قضية فلسطين هي قضية إسرائيل وحدها فليس من المعقول أن يكون هناك أرض بلا شعب وشعب بلا أرض ولكن قضية فلسطين هي قضية العرب كلهم فلتسمع دول الجوار مصر وسوريا والأردن والعراق واللبنان كان يقصد أن لابد أن كل واحد يتنازل عن حتة أرض ويحل بيها مشكلة فلسطين لكن لما اتكلم بيجين كان واضح قوي بيجين وهو بيحط السياسة السهيونية للسيطرة على المنطقة وعلى الشرق الأوسط وبيجين أعلانها بصراحة وقال بالحرف الواحد قال لما بيوروا له الأسلحة النووية اللي بدأ إسرائيل تنشئ القاعدة النووية بتاعتها قال لهم لا مش النووي هو اللي هيحمي إسرائيل اللي هيحمي إسرائيل هو ادخال الدول المجورة في صراعات حزبية وصراعات دينية وبعدين قال إيه بعد كده قال جعلهم دول صغيرة متناحرة خلاص وبعدين قال وفي هذا لن نعتمد على زكاء الشعب الإسرائيلي ولكن سنعتمد على غباء الآخرين فهل نحن صدقت فينا كلمة بيجين أنه غباء الآخرين هل نحن أغبياء حتى لا نفطن إلى هذه المؤامرة الكبرى التي تحق بنا والله إننا خلف الرمز وإذا كان الرمز هو الرئيس عفتاح السيسي فكل الأمة ينبغي أن تكون خلفه كل الأمة ينبغي أن تتوحد في هذه المرحلة حتى تواجه خطر الجاسم وأنا مع الأستاذة السكينة فؤاد ليس خطر إلى الكنائس فقط لكنه كان من قبل في المساجد أيضا وقبل هذا وبعد هذا لقد رحلت أسر وما يحدث في سينة شاهد شاهد عيان لقد رحلت أسر مسيحية من سينة تحت زعم الإرهاب وعشرات الأسر التي رحلت من سينة رحلت أمامها ألاف الأسر من المسلمين والكل ينكوي من هذا النار من نار الإرهاب بعد أن استمتعنا إلى هذا الحوار الطيب تسمحوا لي أن أعرج على الفنانة فردوس عبد الحميد الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد وما زال النيل يجري وما زال النيل يجري وعلى فكرة بالصدفة هذه بنت بورصعيد المنحزة إلى النيل وهذه بنت البحر الأبيض المتواصل يعني الاثنين ولاد البحر الأبيض واحدة بنت اسكندرية واحدة بنت بورصعيد والاثنين انحيازهم إلى نهر النيل وهذا شيء يسلج الصادر ويقر العين على أن النيل فعلا بعث للحضارة وأن النيل فعلا بعث للحياة الجديدة الذي نستشرف فيها كلنا مستقبل فاضل تسع أفلام ستاشر مسلسل أستاذ محمد فاضل عمره ما كتب إلا برسالة عمره ما سمعت له حاجة أو شفت له رواية إلا مكان عايز يدي ميسج هو صاحب رسالة فيترى هنسمع الفنانة ونعود إليه مرة أخر أرو فضل أروف 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 اشتركوا في القناة